اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير واهلا ومرحبا بكم معنا مع الكلمة والقصيدة والفن التراثي وبرنامج صوت الخوافي تعالوا الان لنبدأ هذه الحلقة ونبدأ بهذه الفقرة التالية انا الغنية وعزتي راسمالي مسومها لو انحر الروح فيني انا الغنية ما استقيت المهانة ولا في يوم عدا عذربتني سنيني ماني من اللي غرق الدركة عزة عزي تعلق رافعه به جبيني وان ما لتغصونا بنسنا اسلانة انا الجذور الراسقة ما تليني ما ماري اللي مرخصا به مقامة ولحاور الواطي رخيصة ثميني احب غلي كلمتي فمعناها لقلي تميز غبيها من الفطين وللجاهل اللي ما درى للنطقة معنا وعلى رواهي فسرة ثم يستبيني اقول احذر للمعاني معاني لا تخونك الفطمة وتمسي محيني وهذي انا ان كنت تقهل مقامي من خير قومن في الملأ تلتقيني وحسبي معناي منفسرن كل معنا اللي بكل مغزا من وجد حبل المتيني موسيقى 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 اعزائي المشاهدين اسعد الله وقاتلكم بكل الخير واهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في برنامج صوت الخوافي لقاء اليوم سيكون ان شاء الله عن القصيدة الشعبية المطارحات الشعبية او المساقلات الشعبية حول هذا الموضوع نلتقي بالاخوة الشعراء فتعالوا لنبدأ هذه الجلسة مع هؤلاء الاخوة الذين حضروا معنا لهذه الحلقة لهذا اليوم جماعة سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته حياكم الله يا مرحب دين شاعر خليفة وغدين وسودان وخالد وايضا عواض وراشد وسيف وسالم تعطونا علومكم الطيبة جيتونا من مختلف ولايات السلطنة الحبيبة وخاصة منطقة الباطنة شاعر خليفة فتعالوا لنبدأ فتعالوا لنظر خليفة مرحب صابت طالع منك الجماعة ما يبو علوم ما سمعته عن شيء حياكم الله لامة المخير والله كذلك ما شعلوا من العلوم الخير يا خليفة وعلومنا الثاني كما تعلمون أن متابع برنامج صراحة ويدهم يسمع منكم الشيء الجيد من القصيد وخاصة هذه الحلقة ستكون إن شاء الله عن المشاكاء أو المطارحات الشعرية وبمعنى آخر تسمى أيضا المساكلات الشعرية نعم فزين نبدأ هذه الحلقة وهذا اللقاء مع الشاعر الخليفة بن عبدالله المهجور حياك الله ونصر وقبل أن نبدأ أيضا في القصيدة مثلا قصيدة المشاكاء والمساكلة نريد أن تعرفنا بصفة عامة عن القصيدة الشعبية للمساكلات الشعرية يا حقيقة عادة ما تكون المطارحات أو المساكلات الشعرية طبعا تختلف من وإلى من فن قصدك من سلوب لا سلوب آخر وليس من فن لفن آخر وقد يكون هكذا يعني فيه توسع طبعا لأنه فن شعبي هي عادة ما تكون بين شعرين يعني قصيدة المطارحات أو المساكلات بين شعرين أما أن يبدأ شعر في بدء القصيدة وأن يعد بيتين أو أربع تابيات مثلا على ما تكون في الجلسة يعني وبالتالي يرد عليها شعر آخر هل تسمى طبعا المساكلات الشعرية هذا تسمى المساكلات الشعرية وعادة ما تكون هذه يعني ارتجالية في حفل في مناسبة معينة في حفل في مناسبة في صار في كده هذا الشيء الشيء الثاني في المشاكات الشعرية وهي أيضا تاتي في إطار في نفس الإطار يقول شاعر مثلا يشاكي شاعر لكن بقصيدة توقع يعني يقدم قصيدة معدة يعني ثم يرد عليه ثم يرد عليه شاعر آخر بقصيدة أخرى بقصيدة أخرى وتكون هناك طبعا فيها المساجلات وحتى القصايد يعني اللي هنقول المشاكة أحيان ما يكون شاعر يقول لشاعر فيها لغز ولا من هذا نوع من الاختبار نوع من الاختبار نوع من التحفيز أيضا من الداعب حيث أن يكون أيضا الشعر آخر يعني يتحفز شوي ويعطي دافع نعم بارك الله فيك يا خليفة عموما خلينا في القصيدة اللي بتخدمها لشعران الأفاضل ومتابع البرنامج طبعا أعتقد قصيدة بفن المساجلات المساجلات الشعرية بينه وبين شاعر عوض شاعر عوض نعم هذه طبعا تتم على أن تتقدم أربعة أبيات أو أكثر ثم يرد عليك الشعر في نفس الوقت مضبوط هذا القجالية إذن بنسمع هذا نوع من نوع للشعر الارتقالي بنسمع من خليفة أربعة أبيات شعرية ثم أنه يقدم أيضا عوض أربعة أبيات أخرى أيضا إذن خلونا مع الشاعر ينعوض وأيضا خليفة المهجور تفضل طبعا البادي أنا أنا بديت المساجلات القصيدة بالنسبة تقول المهجور يقول للشعر يا صاحبي دور وباب وباب واللي مثلك يا عوض يدق لا صعب أنك تعده بالكتابة لو ضوى نور القمر عتبة الباب السهل توصل ولو تبعد رحابة يا رفيع يا عزيز في الجناب للمعزة تبتقي فوق الركاب تابة الحين دور شعر عوض نعم شو طب العوض يقول جيت على المعنى ونوخت الركاب يا هلب شاعر ناطح بالسحاب شاعر يختار للمعنى صوابة أشهد أنه ما يقول إلا الصواب أعني المهجور لي شعر زهابة بن الشهم يرقى الصعاب ما عليه قصور تكساه المهابة المهابة ماذا قال المهجور المثائل عدها شاعر وجاب من معاني درها يكو حصابه ما يطول العالية إلا عقاب ليتعلّى في السماء تحت السحابة فرد الجنحان صقراً ما يهاب شاف ما شاف النظر رغم الضبابة هنكشف اللي توارى في الحجاب بان من بعد النظر شير رضابة رضابة يقول طاب ليلي الشعر يا المهجور طاب طاب وللشعر خيال والشاعر غزابه في معاني المفردات بها عتاب غط بيت الشعر وبانت لي أسبابه وضح المعنى وبيّن في الكتاب ما علينا لو نزلنا وسط غابة لو عواذي بلفل أو كشر بناب عاد كاسر ناب ضامر فيه هابط هذا طبعا المهجور أنا هنا وجهت سؤال للأخ عواذي يعني هو بمثابة لغز في القسيرة أقول أسألك يا صاحبي عن شي شاب من بعد ما كان في عزة شبابه ثم عاد ثم عود للشباب أنشدك شلي حصل لك في غيابه ليك مال طاب السمر عندك وطاب والنقص تحس في نفسك كآبة سبعة وعشرين يوم بالحساب دور تهريد دار هيكمل نصابة نصابة هذا سؤالك طبعا للشاعر عوض الراجدي عوض سماعة هذه الأبيات وركز عليها يعني وضع لك أن يلغز في هذه الأبيات الثانية فضل عبد يقول ما تسجل في الشعر اسمي غياب رأيك ليداعد داعي تلاقيني عبابه ترتعش لي القافية حتى الكعاب لي تجي عذرة وتطلبني المثابة إن بغيت الشعر يا المهجور ذاب لأنه ضماني معود عن خطابة هل يهلال الوفاء بين السحاب يام عن اللغز خض مني جوابه 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 حل اللغز تقريبا يعني هنا هو وصل طبعا الهلال لكن خلينا تفضل مهجورا نعم أقول يام وفي في كلامك لاعتاب من حلاء شعرك بك صوت الرباب انت يا ابو سعود يا نسل الانجاب ما حصل ما بيننا إلا دعابة القواف النائبة اهتو في الصحاب ليفتح بيبانها ماين صخابة والعهد لي بيننا فوق الرقاب وهات من معنى القصائد ما تشابه شابه لو حكولي ما حكولي من جواب جواب فيك ما فيك ما صدق ولو هرج سعابه واشي ما بيننا اغتابك وعاب ألجم لسانه وسيفي فيه نصابه المصلي ما يبقى غير الثواب ومن يدق الباب يستاهل جوابه جوابه اختم المعنى بعوده ومسك ذاب ولا بحر الشعر ما نبلغ سبابك بارك الله شكرا شكرا عموما للشعرين الشعر خليفة بن عبدالله المهجور وكذلك الشعر عوض بن راشد الراشدي على هذه المساقلة الشعرية ويضا خليفة انت وضعت في قصيدتك ايضا لغز نعم وجاوب علي اعتقد حسب ما قاله الهلال يعني ممكن تعيدنا الابيات نعم نعم صحيح اللي فيها السؤال نعم انا اقول اسألك يا صاحبي عن شي شاب بداية الهلال يعني اسألك عن صاحبي عن شي شاب من بعد ما كان في عزة شبابه ثم عاد ثم عود للشباب يعني مثل ما ظهر من جديد الجامعة ثم عاد ثم عود للشباب انشدك شلي حصل لك في غيابه لي كمال طاب السمر عندك وطاب لما يكون بدر صحيح يعني الحالة طبعا معروفة اكيد اكيد فعلا لي كمال طاب السمر عندك وطاب وطاب وانا قصة تحس في نفسك كهابة 27 يوم بالحساب دور التهديدار هاي يكمل نصاب نصاب بارك الله فيك يا خليفة واشكرا ايضا للشاعر عوض الراشدي على هذه المساقلة الجميلة بعد هذه المساقلة زي المشاهدين ننتقل ايضا لشاعر اخر وعندنا الشاعر خديم بن سعيد الرئيسي بن سحية كله يا مرحبتين سماعة المساقلة وبداية هذه الجلسة مع الشاعرين خليفة وعوض شوقوا نصراحة بيصاعدهم بارك الله فيك وبينك المساقلات الشعرية والمطارحات والمشاكة بين شاعر وشاعر صراحة جميلة من حيث اول إبداع من حيثنا هذا يوظف ايضا في قصيدة لغز معيا والشاعر الاخر يحل هذا اللغز وتعطيك دافع ايضا للإبداع وايضا تماشي وتساير الشاعر اللي هو اكبر منك مثلا خبرة وسنا في هذا المقال فما ادري الشاعر عوض شو بيقدم للشعراء ومتابعي البرنامج لا خديم أخديم عوض عوض أخديم والله عندي قصيدة طال عمرك سويت قصيدة عنوانها هدير الرعب هدير الرعب عنوان القصيدة عنوان القصيدة نعم فسمعت القصيدة في يوم من اليام للشاعر راشد بن الخميس العساي ونعم بالشاعر موجود وظهر منها راشد بن الخميس جاراني على هذه القصيدة فهذه تعتبر مثلما تقول من قصيد لمجارة صحيح شاعر يسوي قصيدة والثاني جاري على نفس المعنى القصيدة بس عفوا قبل لا نبدأ ايضا في القصيدة يعني انت صاحب فرقة رزيف حربية عندك تقريبا لا عرفها يعني لكن لو انقي مثلا تعرف السلطنة غنية بتراثها الشعبي وموروثها في نفس الوقت وخاصة الشعر الشعبي تقد هناك ايضا عندنا الرزحة مثلا والحربية والرزيف وفن التغرود يعني هل يعني بالنسبة للرزيف يكون في مساقلات شعرية وخاصة الشعر الارتقالي اثنان ما تكون مثلا الحربية تقام او الرزيف يقام في نفس الوقت كثيرا كثيرا واساسا الحربية قال عمرك هي تعتمد على الشعر الارتقالي الارتقالي في نفس الوقت ودائما تصير مساجلات بين شعرين يا انه مثلا ما تقول ان الشعر يضيف والشعر الموجود في المكان يرحب بالضيف هذا صحيح ويصير بينهم مبادلات الترحيب في البداية او اذا كان فيه موضوع معين مثل ما تقول يطرح الأول موضوع او الثاني يرد عليه في نفس الموضوع او مثل ما تقول هل الغاز يعني تشمل مواضيع كثيرة ولكن اساسا هي مساجلة بين شعرين وتكون ارتجالية صحيح هذا بالنسبة لفن الحربي فن الحربي ايضا فينون الرزحة ايضا فيها ايضا التغرودة اتوقع وهي سمة من سمات شعر الشعب ايضا بصفة عامة نعم صحيح نعم خديم الرجس يتفضل نستمع هدير الرعد هذه قصيدة طبعا مشاكة للشاعر راشد بن خميس العسائي وانت الصادق قصيدة مش انها قصدة مشاكة لكن قصيدة وراشد بن خميس جارع على هذه القصيدة جميل جدا هي نوع من المساقل المطارحة يعني ايضا تغطي الواحد دافع انه يكتب ويساير ايضا زميلة في مثل هذه الخصائف نعم اقول ضاقت الدنيا الوسيع وضاقيين عندي سؤال من متى يشرع الكلام وينطعن ظهر الصديق من متى للشمس سعي بشروقها فوق الجبال من متى للغدر دمه تمسك الحبل الوثيق ما حسبت الشهر الا ما حسبت الشهر الا يوم طالعت الهلال وما وقفت قرأ الطوال علينا ما ضاع الطريق عزيب عز الشوامخ والروابي والرمال انت ملدم العروبة والمداين والفريق طريق عزيب عز الشوامخ والروابي والرمال انت ملدم العروبة والمداين والفريق مع مهب الريح صوتك يا هدير الرعد طال السلام ومن يشله ينشرح ما يستضيق ما تبيع العز كلمة وتذبح الكلمة هرجال وكل قطر الدم فينا تحفظ الماضي العريق ما تبيع العز كلمة وتذبح الكلمة هرجال وكل قطر الدم فينا تحفظ الماضي العريق كل واحد له طبيعة وكل مقام له مقال وساعة تتصك النواي بالرفيق ويا الرفيق شرهي ولومي على لي شره يولومي على اللي عن مسار الدرب مال والحزن أنطال التلم الدهو لا صح العويق في المصيبة الناس تبكي وتحتفل في الاحتفال وحال من فوق المراسي غير عن حال الغريق لو سقاف الأرض دمي واكسرت صدر الجبال لا يستحيل أن يبيع الشف واخون الصديق تسلم يا قديم على هذه القصيدة الجميلة ما عليكم بزرطة وما أدري يا أبو سالم سمعت الريال قدم قصيدة بنوع المجارات قريبا أبو ذياب يتطرق لمواضيع تستوجب الوقفة والمناقشة ويستاهل بينه وحقيقة الموضوع هو اللي يتحدث فيه استوقفني كثيرا ودار الحديث بينه وبينه وولد في نفس القريحة أني عجاري في الموضوع بارك الله فيك ما تقصر أبو سالم أنا أستمع طبعا القصيدة واخدها مسمع معنا أيضا أقول لتحزن أحرو في القصيدة ويعلن أحداد الخيال موقف فيه الغرابة وينجرح طير طليق صعب تصنيف الإجابة وسهل تحديد السؤال من متل غارق يثاب وطايح المنقذ غريق صعب تصنيف الإجابة وسهل تحديد السؤال من متل غارق يثاب وطايح المنقذ غريق ما على الشعر ملام ولا علاق ولاه جدال يمعن المعنى الفهيم وصايغ المعنى دقيق تصنع الدنيا التجارب والفعل صنع الرجال ما غريب العز يضفي صاحب الأصل العريق تصنع الدنيا التجارب والفعل صنع الرجال ما غريب العز يضفي صاحب الأصل العريق دام دنيا وسيع ويتسع فيها المجال ما علينا من غدرها وبيننا حبل وثيق دام دنيا نوسيعة ويتسع فيها المجال ما علينا من غدرها وبيننا حبل وثيق تشرق الشمس بضياها وتتجه من حزوال شو الغرابة والمصلي قبل تلبيت العتيق تشرق الشمس بضياها وتتجه من حزوال شو الغرابة والمصلي قبل تلبيت العتيق كلنا جاهو مهابه نرتدم صر وشال بيننا حسن التاخي والنسب عمو شقيق في ملامحنا الأصالة والعراقة لا تزال روحنا في جسد واحد لو يباعدنا الطريق ما تزيننا الفلوس ولا يزيننا الجمال نرتديثه بالمعزة ونظهر بمظهر أنيق ما تزيننا الفلوس ولا يزيننا الجمال نرتديثه بالمعزة ونظهر بمظهر أنيق من متال الشهر يبدأ غير إنشي في الهلال ومن متال نلقى الجواهر غير في البحر العميق من متال الشهر يبدأ غير انشي في الهلال ومن متال القل جواهر غير في البحر العميق اتركسي وفي الليالي تقطع اخي وطي الليال اللين تبكي العين غصة وتذرف الدم عدة فيك لو تكسر قفل صدر وما قواحم للجبال عزتي من عز ربعي واتخذ منهم صديق السلام بوسال انضارك الله فيك صحة السانق على هذه القصيدة سمعت يا خديم ردك كان ايضا او مقارات في هذه القصيدة وكان في محلها ايضا شاهد الله كفه والريال كأنه عارف الاهات والاشياء اللي يعانيها الشاعر في قصيدة بارك الله فيك عموما وسالم شاعر طال عمرك وما عليكم زود همه مثل ما يقول مثل هيو طايرة بارك الله فيك الله يبارك فيك صبح كل الناس صبح وانت صبحك سوسنة لو ربي انت صبحك كل اطياب الزهور يكفي ان الشمس قت قبل صبحا تعلنه تسرج من الليل وقت وتسألك لو بعض نور هذه الاطلالة والابيات الشعرية لضيفنا الشاعر فهد السعدي شاعر فهد بساك الله بالخير و اهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صوت القوافي اهلا وسهلا ابو نصر حياك الله الله يعطيك العافي يا مرحبتي حياك الله الشاعر فهد عرفنا على مشاركاتك الشعرية في بداية هذا اللقاء والله يا ابو نصر انا مشاركاتي كثيرة او ابرزها يعني هو المهرجان المهرجان الشعر العماني الثالث اللي يقيم فيه صلالة اللي حصلت فيه على المركز الاول وبعدها امسيات امسيات في عدة ماطق مختلفة في السلطنة وغير المسيات ايضا مسابقات على مستوى الهيئة ومستوى السلطنة هذا مشاركاتي طيب بعد التقربة الاولى وفوزت بالمركز الاول هل واصلت المشاركة فيه مسابقات اخرى وحصلت على مركز متقدم بعد مهرجان الشعر العماني الحمد لله شاركت فيه مسابقات نظمتها الهيئة العامة الانشطة الشعبية وراضية وحصلت على المركز الثاني فيه مسابقة مسابقة كانت المسابقة المحلية وايضا شاركت فيه مسابقة اخرى نظمتها ايضا الهيئة وايضا حصلت على المركز الثاني زين نستمع شاعر فهد السعدي قصيدة منك لمتابع البرنامج واللي بيتابع أيضا فهد السعدي زعو لو شاي للدنيا عراسة ما تقول إليه زعو لو شاي للدنيا عراسة ما تقول إليه حديث الدمعة هل لي في عيونك ما إله داعي أنا غبت ورجعت محمل مبلي تموتي فيه وشي ساقني لذاك الغياب استعجل رجاعي أنا ويزمان اللي جعلني خاتم في ده على كومة أحاسيسي شرات الديب والراعي يبيني فاقد الشي الذي لو يفقده يعطيه وبيه الياحكا يطرق خفوقي قبل أسماعي أناد وغربه وإحساس ما طل لقمتر فيه حروف جبتها للريح يوم كان لي ساعي لك الله كيف أنا كنت الدليل وضايع عن بتيه لك الله كيف كنتي لي وجوه تكشف قناعي عظيم عظيم هلولة ورد ندهلي وقمتنا أسقيه كريم هلحزن عظيم هلولة ورد ندهلي وقمتنا أسقيه أحير وفي ثمي ينبت شعر من غرسة أصباعي كريم هلحزن كلما سرحتك مد لي كفيه أحنو يجلبك ليلة يقلب دفترة وجاعي رجعت وما لقيت إلا غرامة أكتبه وأحكيه هزمت المستحيل وما قدرت استبدل أطباعي زعولة وشايلة الدنيا عراسة لا تقول إليه مدام الدمعة هل في عيونك تطلب وداعي مدام الدمعة هل في عيونك تطلب وداعي شكرا على هذه القصيدة ومفرداتها اليميلة وبارك الله فيك شاعر فهد الشاعر فهد لو نأتي إلى الساحة الشعبية في نظرك هل تخدم الشاعر الشعبية والشعراء الشباب وتهتم بهم كالارتقاب مستواهم الشعري الله الساحة الشعبية مليانة بالكتاب والشعراء الجيدين البارزين على الساحة وأيضا فيه هناك جهود من قبل المؤسسات الثقافية والحمد لله نقدر نقول أن الشعر بخير في السلطانة لكن فيه اهتمام من الحمد لله فيه اهتمام لكن نحتاج إلى اهتمام أكثر على ساس أن نرتقي بالشعر العماني قبل أن ننهي هذا اللقاء نبي نستمع منك قصيدة لمتابعي فهد والذي بيتابعنا أيضا من خلال هذا اللقاء لهذا اليوم صبح كل الناس صبح وأنت صبحك سوسنة لو ربي أنت صبحك كل أطياب الزهور يكفي أن الشمس جدت قبل صبح تعلنه تسرق من الليل وقته وتسألك لو بعض نور راه يلكلك هبعضك كبرياء وهيمنة قدم أنا أفت خربك وعشقك عشت الغرور هي ترانيما كمنجا أو هي ذيك الدندنة بحّتك هذي حبيبي شي تجهلها الصطور أثواني في غيابك هي تجي شي كم سنة وكل ساعة في حضورك ثانية وفيها قصور اشتهيت أهلين فيك ذيك الطعم الكستنة يا زلال ما شربته غير شربني شعور يكذب المع انت خالق به وقرب يسكنه لدى عنه ما غرق به دام غرقها للبحور شف زمانك كيف يضحك لا بكتك الأزمنة والله إنه لو تعالى أو رفع خشم عذور منه مثلك منه مثلك كل ما به من وصوف تمكنه وكل حظ يجيك عاثر قال لعيونك أثور من على الريح يتنقل لا مشا واستوطنه هذ ثرى ليني تبسم بالزهر غيرك يا نور يا حلوك بثوب ثقلك أو لباس الشيطنة جيت جدة وجيت مزح أنت سيد بل حضور يا أكلي أتعبتني بل جراحة المطخنة قبل لألف التسافر بي وحاسيسي التبور كل ما جيها بشاير جت سوق المحزنة وكل ما جنبت عنها أقبلت مثل البخور أو كما غي من ترزم شوق صحراي افتنه وانطلبت الغيث عيا بس أنا أبقى صزور مدري قلبي اللي يتخدر ولا روحي مدمنة المهم كلي عبعضي فيك بل حب أم أسور أعتذرلك عن صباحا جاك مني سوسنة أنت صبحك يا حبيبي كل أطياب الزهور شكرا شاعر فهد على هذه القصيدة كما أنا نشكرك أيضا على هذا اللقاء ونتمنى بأن نلتقي بك إن شاء الله في لقاء قادم شكرا شاعر أعزائي المشاهدين لازمنا نتواصل معكم مع فقرات البرنامج وقصائد الإخوة الشعراء أعزائي نصل الآن إلى الشاعر سويدان بن سي فريزي ليس حياك الله يا مرحب دين ما أدري طبعا أنت محضر شيء من المطارحات أو المساقلات الشعرية للشعراء سمعت القصيدة من خليفة وعوض أيضا خدين ومسالم ونشوف أيضا الشاعراء الشعراء كفو سويدان رئيسي لأنني مشاكة موجهة للشعر سيف المماري ونعم ونعم والله بالمماري الشعر سيف موجود وفي حلقتنا بيننا وبينك اليوم كلها عن المساقلات أو المطارحات الشعرية هذا شيء طيب أفضل نستمع يقول أبطيت يا جرح انصطابي وتمكنت تمكنت صبري عليك يفوق جملة حسايبها الله حسيبك في الخفايات توثقت وأكثر جروح القلب سبت حبايبة أثر علي منجف الشوق وأسهرت ما طاب لي وقتن وليام طايبة طايبة أثر علي منجف الشوق وأسهرت ما طاب لي وقتن وليام طايبة ونمر بذكر اللي يالي تذكرت كالسنين اللي قريبة قريبة يرحمك يا وقتن مع انوك سافرت وعمال بيتك ما تطيح حبايبة خيمة على ذيك الغراميل شيت بيتجوديه والجود كل انطلايبة سلام الشاعر خيمة على ذيك الغراميل شيت بيتجوديه والجود كل انطلايبة ما بين ريضان المكارم تجولت لا شك فيك الطيب بعلار التايبة يا ما تمنيت اكزماني وبكنت عكس التمني وللأسف غايبة قمثي بنية سيف والله تمشكلت بمحدثات الوقت شبت لهايبة قمثي بنية سيف بمحدثات الوقت شبت لهايبة أنا بزماني وللأسف تغربت كل يوم تفجعني حوادث غرايبة كود الليالي من قصاها تعلمت أجرح وداوي وكن عندي طبائبة طبائبة كود الليالي من قصاها تعلمت أجرح وداوي وكن عندي طبائبة وكني وصلت دوامة الهم حولت الله وكيلك صد فيني مصايبة سلمت لحداث الليالي وآمنت بأن القدر ماهو بلايبة وسائبة هي والله هي والله سلمت لحداث الليالي وآمنت بأن القدر ماهو بلايبة وسائبة لو كان في غزل المصايب تشربك تبيع عاديات الوقت تلعب إلا عايبة لابد من الأيام تنبيع عن الصمت لو كان ما هانت بحالين شائبة ما بين نار ونار والله توهقت دقت طبول الحرب وعلن حرائبة وياسيف كون سيفيه وللشيف لاهن نفسك صخية وفي الملازمة ثائبة تسلم تسلم بارك الله فيك يا سويدان على هذه القصيدة الجميلة وخاصة البيت الأخير يا سيف كون سيفيه وللشيف لاهن تنفسك صخية وفي الملازمة ثائبة جميل تسلم سمعت سيفي اعتقد القصيدة الكيف كان الريال مولنك الأمور في نهاية البيت الأخير ياليت أن أقدر أوصل على شيء لكن أمور صعيبة الضارة بارك الله متعمقا وايد متعمقا وايد هو الروح يجرح ويداوي سمعته يقولي ما نساوي فينا لنسمع أيضا القصيدة من الشاعر أنا رديت على الأخ سويدان قصيدة أقول فيها يا طرف وش بك كامل الليل ما نمت ما قلت لي يا طرف سهرك سبايبة قال لي يا محالة نام وأنا تعوت ما نام لين الضيف يحصل عوايبة وزادنا موسي وبضيه فرحبت وبشوفت سويدان لفرح طايبة يا حي راع الجود والشعر والسمت يا ذخرة إلين الزمان ونوايبة لا هنت يا سويدان لا هنت لا هنت ولا دام وقتا داهمتنا مصايبة وصلت يا زاقر على سيف واسلمت سيف في يمينك كل ربع وقرايبة وصلت يا زاقر على سيف واسلمت سيف في يمينك كل ربع وقرايبة أمطيع لك لو كان على الموت الشرط ولا تنفعها خصمك جموعة وكتائبة لكن تشكي يا صديقي من الوقت الوقت لو غيم بتصحى سحايبة لكن تشكي يا صديقي من الوقت الوقت لو غيم بتصحى سحايبة لا تفتكر أنك وحيدا تغربلت لو شفت روس أطفال من الوقت شايبة يا والله يا والله أصبر ولو حسيت أنك تغرب يا كم صابر وصل النار كايبة ما دام بالأقدار ميقن وأمان خل الزمن يمضي ويلعب لعايبة ما دام بالأقدار ميقن وأمان خل الزمن يمضي ويلعب لعايبة لا تعتقد في يوم أنك توهقت أشوف خطواتك صحيحة وصايبة واللي جرحك ومن جروحة تأثرت يا مكثر عقول من الود غايبة إن كان يشاعر في قلبه تمكنت ما ظنتي لمحب ينسى حبايبة لو جارت الأيام حافظ على الصمت وخل الحسودي تشتعل بالهايبة لو جارت الأيام حافظ على الصمت وخل الحسودي تشتعل بالهايبة هذا الهوى منه كثيرا تعلمت ضربة تصيب وعشر ضربات خايبة هذا الهوى؟ هذا الهوى منه كثيرا تعلمت ضربة تصيب وعشر ضربات خايبة والله أني من مقالك تذكرت والله أني من مقالك تذكرت موقف خطير وشفت موتي بسبايبة طحت الفراش وقلت بس يتنكلت ونشيت يوم الكوس حبتها باي أهلا يسلم على هذه القصيدة وأعتقد سويدان سماعة القصيدة كان رد مثل ما يقال شافي وكافي فينا وبارك الله فيكم الأثنين مبدعين وأشعارات فينا بسلو شكرا لشاعر سيف وأيضا للشاعر سويدان على هذه المساقلة الشعرية نشوف أيضا الحين الشاعر خالد بن علي العلوي حياك يا العلوي بارك الله فيك سماعة القصايد سماعة خليفة وعوض وراشد وخليم وسويدان آخر وصيف تعرف الشعر المساقلات أو المطارحات الشعرية تتم بين شاعرين يبدأ ثم الشاعر يرد عليه في نفس الوقت هل في نظرك مثلا للمساقلات دور في تنمية مواهب الشعر أكيد المساقلات في حد ذاتها حدث حدث تفاعل حول قضية حول أي موضوع يطرح قد يكون ليس بالضرور يكون هناك لغز أو ما شابه ذلك لكن أيضا يوثق حدث يوثق فترة مهمة في ذلك الوقت والمكان اللي عايشين فيه حول موضوع ما حدث في حفل في مناسبة أسلوب شعري قد يؤدى برزفة أو رزحة أو إلى آخر وقد يكون عن طريق المشاكاة استفسار عن غياب هو تحفيز الشاعر عندما يشاكي الشاعر الثاني أو يطارحه أو يساجله يحفزه على الإبداع على الرد على التفوق على مجارات الشاعر والإبداع في نفس الوقت إذا كان غاية بالفترة قد يكون استفسار عن البعد عن الغياب إذا فيه مشكلة إذا فيه آخره وفيه أيضا إيحاءات وإيماءات ما بين الشعران فالسمه هو من فنون ومن أساليب الجيدة في الشعر لتنمي الشعر وتنمي الموهبة الشعرية للشعر ما فيه شك في هذا المجال بارك الله فيك يا خالد إذن خلينا في القصيدة اللي بتخدمها للشعراء ومتابع البرمان بالله أنا عندي حوار مع الذات أو مساجلة مع الذات يعني حوار مع الذات مع ذات مع نفسك يعني مع نفسك ريال ما بيشتكي لأحد وهذا زين بينه بينك يعني همو بكريست هم مضروح لا تفضل يا خالد خذ من عيوني يبقاي الحلم يبحربه سفينك وخذ من دموعي بحر لا من شعلت أطفيت ناري وخذ تفاصيل الجروح المبهمة واسمع أنينك كل أبوها كلمتين إن قلتها آسف وساري خذ من عيوني يبقاي الحلم يبحربه سفينك وخذ من دموعي بحر لا من شعلت أطفيت ناري وخذ تفاصيل الجروح المبهمة واسمع أنينك كل أبوها كلمتين قلتها آسف وساري ما سألت مرايتك ليه انكسر فيها جبينك ليه ترميك الحظوظ في وجهها والحظ عاري ما سألت مرايتك ليه انكسر فيها جبينك ليه ترميك الحظوظ في وجهها والحظ عاري وما سألتك عن تفاصيل الدموع اللي في عينك وما سألتك عن تفاصيل الفصول اللي في عينك ليه وظلوعي جفاف وينبت شعوري صحاري أمس وعيونه الصغير يغذي بحلمه حنينك لين صار أكبر من عزومه وصار الجرح طاري أمس قلت قلب بوازين القوى وادخل عرينك وانهزم فيني شجاع الوقت وعمان اختياري وانفتاح للريح أبواب الحديث وبل طينك نامت عيونك مدينة ما سترهلا جداري جيت تسأل عن ورود الأمس لي خانت يدينك لو بقى للأمس ورده ما فقد باكر مداري خذ من عيوني بقايا الحلم وانأبحر سفينك لا تنادي للشواطي والمسافات انكساري كسلم كسلم الشاعر خالد بن علي العلوي على هذه القصيدة وبرك الله فيه بعد خالد العلوي عزائي عندنا ايضا سالم بن جمعالهنداسي حياك الله يا مرحبتين تعرف جلستنا اليوم كلها عن المشاكات والمطارحات الشعرية والمساقلات لكن سالم قبل اذا انت مقدم قصيدة لشاعر مثلا واضع في هذه القصيدة لغزمه محدد ومعين قل رد ما رد ايقابي بالشكل اللي تريد انت كيف يكون شعورك شاعر والله هو الشعور يكون شعور طيب اتجاه الشاعر ذاته يعني لكن هي لها نظر القصيدة بذات يعني ارى ان قال شيء مثلا قصيدة ربما يكون نطلق عليها قصيدة ركيكة فيها نوعا من الركاة مثلا رد على شاعر نفسه ان قصيدة ما جيدة او كذا وروح ارجع عليه بقصيدة اخرى لان اقتنع بما قال هو اقتنع يعني وايضا حفزه انه يقول اكثر والاكثر يعني تعتبر هذا مستوى الشاعر مثلا ولكن من ناحية ان شعورك ان شاعر قيد ويمكن يوم الايام اكيد 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 هذا فعلا طيب ما ادري ايش بتقدم لتابعي البرنامج والاشعراء لفاضل القصيدة حقيقة هي ما لها ليس بالمشاكاة ولكن في يوم ما وقلنا هذه الابيات فضل فضل سلام جتني الى وامر يا محمد واصدرت واستغفر من شروط ملزمة اتلقيتها فورا ونفسي باشرت للعمل والواجب وطنان اخدمه يوم الثلاثة للرحيل اتجاهزت جهزت جتني الى وامر يا محمد واصدرت واستغفر الله من شروط ملزمة اتلقيتها فورا ونفسي باشرت للعمل والواجب وطنان اخدمه يوم الثلاثة للرحيل اتجاهزت المعاهده صارت وكل ان بعزمه واسم فسجل مغادره ووقعت واسم فسجل مغادره ووقعت صفحت قايدنا بن ابذا مقدما والطايرة قبل الرحيل اتهيأت وطيارها يملل اسامي بقلمه وطارت بناء بعل السمانه ورحلت وسارت بناء قرب السحاب المغيمه والاجهزة منها رسلت واستقبلت سلكت خطوط مراقبه ومنظمه منظمه والامكالمه عبر الجهاز اتشابكت يبدي معانا البرج هي الامكالمه غادرت ارض واعي ونيدمعت ولهم اوميا محمد اتت متراكمه متراكمه مسقط وهلها للنظر اتباعدت خير الاوطان اللي علي من عمو قبل العصر الطائرة بيهبطت في دار يا محمد علي مظلمة فيها من البدوان ايواد اسكنة تحيب لقاهم والاياتي فيها من البدوان ايواد اسكنة تحيب لقاهم والاياتي مكرم وذيك البراقع والمحاسن تنتعت غزلاء الرتع والصحارم خضرمه ومحل العيون الله اكبر لانظرت ريم البدو طربان فيه لمعازمه لمعازمه لكن ضرالهم اوم شدت واكثرت لفراق عذبني بكثرة وسايمه كلما ذكرتم لي فيه وذكرت نفسي من الاذاة تازت صايمه يا كثر ذكرهم علي تساوقت قلبي تولع فيهم والمحبة ملزمه لانها محبتهم جديمة ترصخت يا ابو نصر القلب غير احرمه لانها محبتهم جديمة ترصخت يا ابو نصر القلب غير احرمه كيف الصبر عنه تراني ما رمت روحي بروحه وتبقى حياتك سالمه تسلم تسلم وسالم على هذه القصيدة وحياك الله حياك الله هي طبعا تعملها كنت في جولة عمل وكذا توقع شكرا للشاعر سالم بن جمعة الهندسي على هذه القصيدة وكذلك شاعر سيف بن سبيت المعمري والشاعر راشد بن خميس العساي وعوض بن راشد الراشدي وكذلك خليفة بن عبدالله المهجور وخدين بن سعيد الريسي وسودان بن سيف الريسي وكذلك خالد بن علي العلوي شكرا لكم على ما قدمت من خلال هذه الحلقة والتي أيضا قصصت بمناسبة قصيدة المساقلات أو المطارحات الشعرية شكرا للشاعراء شكرا حياكم الله أعزائي المشاهدين إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم على أمل لقبكم إن شاء الله في لقاء قادم متقدد مع الخصيدة والفقرة التراثية حتى الملتقى لكم منا أجمل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة